اشتركوا في القناة من اجل تمديد عقده رفقة فريق الوداذ الرياضي والتجديد لموسم كروي مقبل واوضح ذات المصدر ان ابو سفيان سيوقع مع فريق الوداذ الرياضي لمدة سنة واحدة قابلة لتجديد تصدر الاشارة الى ان ادارة الوداذ ترغب في الحفاظ على ابرز الكائز النادي الاحمر استعدادا للموسم المقبل مع تعزيز صفوف الفريق بلعبين جدد في الميركاتو الصيفي الجاري للدفاع عن الوان فريق الوداذ الرياضي والمنافسة على كافة البطولات حيث ان فريق الوداذ الرياضي في الموسم القادم ينافس على العديد من الوجهات اذا كنت تريد توصل بجميع اخبار ومستجدات الوداذ تابع قلعة الوداذ على اليوتيوب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة